بالجارة الشمالية الجزائر يحط نائب رئيس أركان القوات المسلحة لدولة النيجر العميد إبراهيم عيسى بولاما على رأس وفد عسكري يلتقي قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء محمد عجرود بيتان راصد جنوب الجزائر لتباحث سبول التجسيد الميدانية للمقاربة الأمنية التي يتبناها البلدان في مجال مجابحة التهديدات الأمنية بكل أشكالها ويتفقان على تكثيف التنسيق العمليات الميداني تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر العميد بولاما أكد على تطبق رؤى وتحاليل قيادتي البلدين بخصوص القضايا الراهنة وسادة نيامي لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي مع الجزائر التي تشترك معها بحدود برية تقارب 900 كم ما يحيب الأهمية الكبيرة للجزائر في المعادلة الأمنية لدول المنطقة خاصة وأنها باتت رائدة دوليا في مكافحة الإرهاب فضلا عن منافحتها لأمن واستقرار المنطقة ودول القارة قاطبة ليس لكونها عمقا أمنيا لها فحسب بل لرغبة منها في نقل القارة من بؤر التوترات الأمنية إلى مرفأ الاستقرار والازدهار الزهار بات تحقيقه في قلب أولويات الجزائر عبر رؤية اقتصادية تنموية تلازم مقاربتها الأمنية بالمنطقة ومجولة وزير الخارجي الجزائري الأخيرة وتأكيده على توسيع مشاريعها التنموية المقدمة للمنطقة لخير دليل